السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة موضوعنا اليوم عن الطاقة المائية الطاقة المائية هي نوع من أنواع الطاقة المتجددة احنا أخذنا بالدرس السابق الطاقة المتجددة أخذنا مثلين عنها اللي هي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح اليوم حنأخذ الطاقة المائية بالكتاب صفحة 188 بالبداية كلنا نعرف أنه أنا لما أضع يدي في مجرى مائي أو نهار أشعر بحركة المياه وهذه حركة المياه وهي تدفع يدي بقوة يعني لاحظ أنه عندما أخلي يدي بالمائية راح أراحظ أن يدي قاعد تندفع بالاتجاه المعاكس وتندفع إلى الوراء ليش هذا دليل على أن الماء إلى قوة تدفع يدي إلى الوراء زيان فلاحظ أن المياه الجارية في الأنهار بالجداول بالسدود وعمواج البحار تمتلك طاقة حركية وهذه الطاقة نسميها الطاقة المائية طبعا الطاقة المائية هي نوع من أنواع الطاقة المتجددة التي لا يمكن أن تنفذ يعني الطاقة المائية هي نوع من أنواع الطاقة اللي ما تخلص ولا تنفذ عندي ليش ما تخلص الطاقة المائية؟ لأنها مستمدة من حركة المياه المستمرة ليش الطاقة المائية ما تخلص عندي؟ بعد معرفنا أن الطاقة المائية هي نوع من أنواع الطاقة المتجددة الدائمة التي لا تنفذ ونستمدها من حركة المياه المستمرة أريد أعرف هذه الطاقة المائية شنو أنواعها؟ أنواع الطاقة المائية عندنا نوعين أول نوع اللي هي طاقة المد والجزر والطاقة الثانية اللي هي نسميها طاقة المياه الجوفية عندنا نوعين من أنواع الطاقة المائية النوع الأول اللي هي طاقة المد والجزر والنوع الثاني هي طاقة المياه الجوفية لو يجيني السؤال يقول لي أني كإنسان إشان أقدر أستثمر طاقة المياه في توليد الكهرباء أقدر أستثمر طاقة المياه بتوليد الكهرباء في عمل توربينات هذه التوربينات اللي هي تعمل على تشغيل المولدات الكهربائية وتعطينا كهرباء يعني أنا إذا أريد أستغل الطاقة المائية في توليد الكهرباء رح أعمل على تدوير توربينات يعني هاي نوع من أنواع الأدوات اللي هي تعمل بتشغيلها على توليد الطاقة الكهربائية اللي هو عن طريقها أقدر أشغل المولدات الكهربائية بعد ما تعرفنا أن الطاقة المائية هي نوعين طاقة المدوى الجزر وطاقة الأرض الجوفية أو نسميها طاقة المياه الجوفية رح ألاحظ كل إحنا عند تواجدنا على ساحل البحر أو بالقرب من ساحل البحر رح أشاهد ارتفاع وانخفاض منسوب مياه ساحل البحر في اليوم نفسه يعني أنا وكل إحنا راحين على ساحل البحر وشايفين أنه أنا من أنقف على ساحل البحر وبالقرب من ساحل البحر رح ألاحظ أنه منسوب المياه مرة يرتفع ومرة ينخفض بنفس اليوم شنو سبب هذا الارتفاع وهذا الانخفاص سببه هو انه مياه البحار والمحيطات تتأثر بجاذبية الشمس والقمر مياه البحار والمحيطات تتأثر بجاذبية الشمس والقمر طبعا احنا راح نشرح جاذبية الشمس والقمر في الدروس القادمة ان شاء الله فاذا جبت لك السؤال انه ليش عند تواجدي بالقرب من ساحل البحر اشاهد ارتفاع وانخفاص منسوب المياه في اليوم نفسه راح يكون الجواب بسبب تأثير مياه البحار والمحيطات بجاذبية القمر والشمس ثم راح نجي على اول نوع من انواع الطاقة المائية اللي هي طاقة المد والجزر طاقة المد والجزر هي شنو هي نوع من انواع الطاقة المتجددة التي لا تنفذ وهي مستمدة من ظاهرة المد والجزر اذا اعتبرنا الطاقة المد والجزر هي طاقة متجددة لا تنفذ مين مستمدة يعني مين اقدر احصل عنها من ظاهرة المد والجزر شنو هي ظاهرة المد والجزر ظاهرة المد والجزر لحنا لاحظ ارتفاع مياه الساحل نسميها بالمد وانحسارة يعني انخفاضة نسميها بالجزر الصورة اللي امامكم مواضحة اللي هي انحسار مياه البحر يعني انخفاضها تكون انحسار مياه البحر نسميها ببيش نسميها بالجزر يعني نحجي على اول مثال من انواع الطاقة المائية اللي هي طاقة المد والجزر شنو طاقة المد والجزر طاقة المد والجزر هي نوع من انواع الطاقة المتجددة التي لا تنفذ نوع من أنواع الطاقة المتجددة التي لا تنفذ يعني شون لا تنفذ ما تنتهي وهذه الظاهرة مين مستمدة؟ مستمدة من ظاهرة المد والجزر طاقة المد والجزر مستمدة من ظاهرة المد والجزر كلكم هل ستسألون شون يعني مد وشون يعني الجزر؟ المد هو ارتفاع مياه الساحل ارتفاع مياه الساحل نسميه بالمد والجزر اللي هو انحسار أو انخفاض مياه الساحل الصورة الموضحة أمامكم هي تمثلي انخفاض مياه الساحل نسميه هذا بالجزر الجزر اللي هو انخفاض مياه الساحل أو انحسارة نسميها بشنو؟ نسميها بالجزر أما ارتفاع مياه الساحل اللي هي نسميها بالمد كما هو موضح أمامكم بالصورة هذا نسميه بالمد رح لسي نجري أن نعرف أن الإنسان شون استثمر ارتفاع وانخفاض مياه الساحل في توليد الطاقة أولا نريد أن نعرف أن الإنسان شون استثمر ظاهرة المد والجزر في توليد الطاقة البحرابية أول شي قام الإنسان بإنشاء السدود شنو فائدت السدود؟ فائدت السدود أنه هنانا رح نلاحظ رح يقوم بتخزين المياه عنده المد وعند الجزر رح يقومون بفتح البوابات حتى شنو حتى تدفق المياه رح نلاحظ هنا أنه أنا عنده المد رح يقومون بشنو رح يقومون بالمد بظاهرة المد رح يقومون هنا بخزن المياه وعند الجزر رح يقومون بفتح هذه البوابات حتى شنو حتى يدفق هذه المياه هذا اللي ظاهرة اللي هو ظاهرة المدوى الجزر خزن المياه وتدفقها عند المدوى الجزر راح نلاحظ هذا تعمل على تشغيل استفادت منها في توليد الكهرباء حتى تحتوي السدود بأسفلها تحتويلي على شنو تحتويلي على مراوح هذه المراوح تمر المياه من خلالها في عمليتي المدوى الجزر راح نلاحظ أن هذه السدود تحتويلي بداخلها على شنو على مراوح هذه المراوح هي تعمل لي على تسهيل حملية توليد الطاقة الكهربائية بالاستعانة بطاقة المدوى الجزر اللي يتعتبر مهمة وضرورية في توليد الطاقة الكهربائية الآن راح نجي على النوع الثاني من أنواع الطاقة المائية اللي يسميها طاقة المياه الجوفية أو طاقة الأرض الجوفية احنا نشاهد من حوالينا أكو أنهار أكو جداول أكو مياه أمطار وأكو بحار لكن أكو هناك كميات كبيرة من الماء احنا منقدر نشاهدها بحياتنا اليومية مثل شنو هذه المياه مثل عدنا المياه الجوفية ليش منقدر نشاهد هذه المياه الجوفية لأن هذه المياه تكون موجودة في باطل الأرض وتظهرنا على شكل ينابيع في بعض الأماكن كمان موضح أمامكم في الصورة ويمتاز باطل الأرض بارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير كل ما راح تزداد درجة الحرارة راح يزداد العمق في باطل الأرض يعني شنو من كلامي ألاحظ ألاحظ أن هذه المياه الجوفية اللي تتبر أيضا طاقة وطاقة متجددة لا تنفذ موجودة في باطل الأرض ما أقدر أشاهدها تنفجرني على شكل عيون على شكل ينابيع أقدر أستفاد منعتها وباش يمتاز باطل الأرض يمتاز باطل الأرض بارتفاع درجة حرارة بشكل كبير فكل ما راح تزداد درجة الحرارة كل ما راح تزداد تدفق هذه العيون وهذه الينابيع استثمرت الكثير من الدول حرارة الأرض الجوفية في تدفئة المنازل وأيضا استثمروها في تشييد محطات لتوليد الطاقة الكهربائية فنجي نعرف هنا طاقة المياه الجوفية أو طاقة الأرض الجوفية راح نقول عنها هي عبارة عن نوع من أنواع الطاقة المتجددة التي لا يمكن أن تنفذ ومستمدة من؟ مستمدة من حرارة باطل الأرض من مستمدة طاقة المياه الجوفية مستمدة من حرارة باطل الأرض أنه كل ما راح يزيد حرارة باطل الأرض كل ما راح يزيد عندي تدفق هذه المياه على شكل عيون أو ينابيع راح نلاحظ هنا أنا أيضا أنه باش استثمرت كثير من الدول هذه المياه الجوفية استثمروها في تدفئة المنازل وفي تشييد محطات لتوليد الطاقة الكهربائية نحن أنا أعزائي الطلبة انتهى موضوعنا لهذا اليوم أتمنى تكونوا استفاديته تقرون هذا الموضوع وتنقلون التلخيص بالدفتر وإن شاء الله يكون عليكم موضوع سهل وبسيط مع السلامة ترجمة نانسي قنقر